مع بداية أجهزات آخر السنة بيكون فيه مشكلة كبيرة جدا بتواجه معظم الأهالي وهي إن أولادهم بيقضوا معظم وقتهم في ألعاب الفيديو جيم سواء ده بيحصل من على الموبايل أو اللابتوب أو الآيباد أو أي نوع من أي أجهزة مختلفة المشكلة هنا إن فيه كتير من الناس الموضوع بيتحول معهم من مجرد تسليم مؤقتة لحالة من الإدمان للدرجة اللي بقينا نشوف فيها شباب وبنات بل وناس من الكبار كمان بيقضوا معظم يومهم في ألعاب الفيديو جيم وده اللي خلالنا نسأل سؤال مهم هل ممكن يكون فيه إدمان للنوع ده من الألعاب ولو كان فيه إدمان يطرأ إيه هو علاجه